حذرت تواقم الإدارية في المستشفيات الإسرائيلية من النقص الحاد في المستلزمات الطبية وخصوصا من نقص 1433 سريرا بالأقسام المختلفة وفي أقسام الأمراض الداخلية بالتحديد عدى عن نقص المعدات والمستلزمات الطبية المختلفة وبعث مدير المستشفيات رسالة لوزير الصحة الإسرائيلية لإلشتاين حذروا فيها من عجز المستشفيات عن استعاب المرضى خلال الشتاء في حال عدم سد النواقص وتوفير المستلزمات والأسر خاصة مع مطالبة المستشفيات بالجهوزية لاحتمال موجة ثالثة لفيروس كورونا في الشتاء هذا وصدق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا كابينيت كورونا على فتح مقيد للمحال التجاري المطلع على الشوارع بدءا من الأحد المقبل على أن تستقبل أربعة زبائن كحد أقصى في نفس الوقت وإيتم بحث إطلاق المرحلة الثالثة للخروج من الإغلاق ترجمة نانسي قنقر